أصر المتقين المجاهدين ومتل الكافرين الظالمين المهتدين والصلاة والسلام على رسولنا محمدًا وعلى إسلام الدميين الظاهرين وعلى آخرين الأسفلين أيها الإسلام الدميين كما أضر بيت المقدس إلى عملة صهيونية شرصة وإلى أفوال اليوم الزاشر هم اليوم قتلوا الناس أهل المغي والسيطان وإلى أفوال على المسجد الأفضل وعفوال نهل العبيد وعفوال نهل الدين على الإسلام العظيم وميعات الأجدد أرض مهلة الأحضر أرض الأسيا أرض الرسالة أرض سلقين أرض مباركة ومما يضع على قضاء بيت المقدس أنها قصة المسلمين الأول وثاني مسجد وضع على الأرض لماذا كانت ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأفضل لماذا لم يكن الأعراد من المسجد الحرام إلى السماوات العنى لأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن المسجد الأفضل لا ينفصل أبداً عن المسجد الحرام وإنه اعتداء على المسجد الأفضل واعتداء على المسجد الحرام واعتداء على المسجد الأفضل واعتداء على كرامة المسجد واعتداء على شريعة رب العالمين إلى متى إلى متى هذا الصرق العربي الإسلامي فيعود يريدون هدف المسجد الأفضل من مصطلق عميدة فاسدة فلا بد لأمة الإسلام أن تنطلق من عميدة صحيبة وأن تستيقظ من سباتها وأن تنفض أن تجد أبداً المرض وأن ترظر حولها لترى ماذا يحدث في العالم كله ولحن مشددون مفرقون رغم أن الرابط كبير والذي يجمعنا كثير يجمعنا دين واحد تجمعنا غفلة واحد يجمعنا إله واحد يجمعنا نبي واحد كل هذا ينفقي أن يوحيد بيننا وأن يؤلس بين قلوبنا ومحدة آله الأمة صريقة نادى بها ربنا سبحانه وتعال حين قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا للفكر فهدود الواجب أن نتمسك بكتاب الله لينصرنا على اليهود الذين تجمعوا من مشارق الأرض ومخاربها لاحتلال الأقصى هم أعداء الله من خلقه فهم الذين قالوا يبو الله مفلولكم خلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهم الذين قالوا إن الله فقيرا ونحن أغنيا هم أعداء البشرية كلها فقط حجم الله عليه دركوا يكمل يا شيخ دركوا 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 هل تسمحوا يا شعوب العالم الاسلامي? وقادته في الغالب? يوانها ولا حدره من اهتداء على انقمرات مسلمة. وصرنا المستددة من خليفة في الغالب. ومحب الغالب. ان امهاتنا واخواتنا يستطرخنا. بصوق مكهول. واسلاما. واسلاما. ان فلسطين امانة في احناقكم. وواجب المسلمين جميعا. ان يأبوا لتخليصها. من هذا اللغيب المبسوط. الكيام الضهيون. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. واذا وقفتم يا شعوب العالم الاسلامي. متفرجين كما اوقفكم هذا. فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه. كما قال القائم. اكلت يوم اكل الزور الأفير. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى. قادلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يخر Linkzat up to bokenormizes. ويذهبهم. وينفركم عليهم. ويشخصوا دور قوم المؤمنين. إسمحة الله بلا يverted kids. أعطيناك في أرض المسرع بالخذيان والتجار وإن لا فلنشأ من خلو الحقوبة الناس ونزول بلائه لقد فرض على الأمة أن تترك القضايا الصغرى والخلافات الكاربية وتهتم بقضية الإسلام الأولى أولى القبلتين أيها الثانة إذا الأطفال في فلسطين أكدوا لنا بالدليل الغافر صدق كلام الله على جمي يهود وذلة يهود أنهم لا يقاتلوننا إلا في حصول أو من وراء جدل تحسبهم جميعاً وقلوبهم شداً إنهم جبداً أوجه تحيتي إلى أقصال الحجارة وأقصال الزكاكين أمارك رمية الحجر منية متوطئة وفي القدس قد نطق الحجر مناني علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا كلمة الحق في مساجدهم وأن يؤلنوا لشعوبهم واجب إنقاذ المسجد الأقصى المبارك اللهم نصرك الذي وعد يا رب العالمين آمين اللهم حرر المسجد الأقصى آمين اللهم ارزقنا فيه صلاة مقفولة قبل المبارك آمين اللهم دمر اليهود ومن يساعدهم آمين ومن يقف معهم آمين اللهم حرر أرضنا آمين اللهم حرر أسرانا آمين اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين آمين اللهم تقبل شهدانا آمين اللهم تقبل شهدانا آمين اللهم احفظ الأردن آمين ومليكه وشعبه آمين وسائر بلاد المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكم مني عبد العزيز الصيف كل التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر